الراديو 9090 هواها مصري وكفاءة بقى وجودة يا ترى العمل هيعمل لك الحاجة مظبوط ولا لا قوي لو انت مش بتفهم قوي في التشطيبات ممكن تقع في مقالب كتير وانت بتشطف وتدفع فلوس كتير قوي فحلت لنا المشكلة دي منورنا يا رامي ده بدورك وشكرا قوي على الاستقبال الجميل ده وده اول مرة اطع في الراديو بس انا اوسط جدا ان هنكون معاكم يعني احنا مستين اكتر اكتر بكتير منك يعني يزين نعرف منك بقى الفكرة دي جات لك ازاي? اه فكرة دي ببساطة جات لي انا اصلا يعني كنت شغالة في شركة مأولات وتشطيبات وكنت انا وانا كنت بعمل يعني بقى بعمل بقى شغل في شركات وشغل في حاجات كبيرة يعني وانا كنت جيت عشان اعمل بيتي انا شخصيا فانا شغلي كان اخذ معظم وقتي فانا لقيت نفسي محتاج حدي تبعهولي بدن ما تبعهول نفسي فجيت ادور على حدي يعملهولي اه لقيت ان مفيش حاجة يعني ارجع عليها او حاجة سبتة كده ارجع عليها يقول اه الشركة دي شطرة هتقدر تعمل الديليفري عن ان تايم هيبقى الشروط صح الدنيا هتستلم زي ما انا متوقع وزي ما انا متخيل اه طب خلاص هاجي ابدأ طب طريقة الدفع ازاي انا هاخد هدفع في خلال قد ايه? اه طب مين ايه اللي ضمنني ان انا هاخد الكواليت اللي انا عايزها? فكل دي كانت مشاكل لقيتها قدامي ولقيت مفيش حاجة بتعملها. ففي الاخر وصلت في الاخر اللي انا عملتها لنفسي لانا حاسيت انا مفيش حد انا واثق فيه اللي انا عامل معاه. اه بس في الاخر وقلت خلاص ما انا ايه ما انا ما نعمل حاجة نجمع فيها كل الناس ونجمع فيها كل الشركات الكويسة ونبدأ انها هخليهم يعرضوا شغلوهم ويبقى في جهة واحدة هي اللي بتضمن الشغل بتاع الناس دي. اه. وبطريقة بطريقة زي ما بتحصل في الشركات الكبيرة بس على السكيل الصغير. فبقينا دلوقتي احنا كسوشيل بيلدينجز لحتينا حوالي الف وخمسمائة شركة. الالف وخمسمائة شركة دي احنا بنضمن الكواليتي بتاعتهم. احنا كسوشيل بيلدينجز. وفي نفس الوقت احنا بن 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 بنحل المشكلة اللي حصلت بعد التعويم هي مشكلة الفلوس. ان الناس كلها عندها مشكلة الفلوس. ان هي انا هعمل ايه? طب انا روح اه هجيب فلوسي من فين? هعمل ايه ولا ايه? اه بالزبط انها طب لأ انا ستتصيب ده حاجة دلوقتي انا عشان اشطف بيتي ده حاجة يا واضح ان انا لازم اخد. مكلفة جدا. مكلفة جدا. مم. فاحنا اتفقنا مع بنك من اكبر بنكلف مصري يعني. ان احنا بقينا من ندعم التمويل للتشطيب. فاحنا بقينا من مول التشطيب ليه من خلالنا. انت حليت المشكلة كمان بتاعت التمويل. بالزبط. فاحنا لعبنا على اكتر اتنين او اكتر مشكلتين بتقابل العميل. صحيح. اول حاجة هي الثقة والضمان. مين اللي هيضمني? مين هيضمني انه وانت هسلمني في نفس الوقت? مين هيضمني وهكزا? فدي احنا بقينا احنا اللي بنضمن الكلام ده كله. المشكلة التانية هي التكلفة او التمويل. التكلفة ان هي طبعا التكلفة بعد التعويم بقت حتى لو واحد هينفزها الواحده وهيعمل الواحده بقت عالية جدا. فاحنا بقينا احنا يعني عملنا مع البنك. حنولنا المشكلتين. بالزبط مع البنك ده بحيس ان هده ننمول يعني. طب احنا عايزين يعني نتكلم عن واحدة واحدة اكتر فيهم بالتفصيل. يعني اول حاجة موضوع الثقة وان يكون في اه شركات اه شغالة على التشطيب. ادرت ازاي رامي توصل للالف وخمسمائة شركة اللي انت تبقى بالنسبة كبيرة ضامن ان دي شركات اه على كفاءة عالية فتقدر تقدم خدمة كويسة للعمير. اه حلو جدا السؤال ده. احنا اول اول عشان نقل المشاكل اللي بتحصل او نقلل جدا الحاجات اللي ممكن بتحصل. اول حاجة اي شركة بتخش عندنا احنا بنعمل لها حاجة اسمها بري كواليفيكيشن. دي حاجة بتحصل في الشركات الكبيرة. اي شركة بتدخل تتعاقد مع الشركة كبيرة بيقول له طب خلاص قدم لي سبقية اعمالك اعدم لي الشغل اللي انت عملته قبل كده. اه حجم الاعمال اللي انت عملته قبل كده. طبيعة الاعمال اللي انت عملتها قبل كده. وبيزع على الحاجات اللي هو بيقدمها هو بياخد او بياخد تصنيف ممكن نشتغل فيه. يعني شركة كبيرة حجم اعمالها تقريبا في السنة حاولي خمسين مليون جنيه. اه بتعمل حاجات شغل كبير جدا. فدي لأ دي انت في التصنيف بتاعنا العالي. هتكلمكم برضو اكتر دي جزء التصنيفات اللي عندنا المختلفة يعني. اه لا انت شركة لسه فتحها اول امبارح هو لسه هتبدأ لأ انت محتاج دمانات اكتر منك ومحتاج كمان مش هتدخل في التصنيف العالي ومش تاخد شغل مش هتاخد الشغل المتاح عندنا. اه ممكن شغل كبير يعني ممكن تاخد شغل اه اه يعني مرمى اه حاجة بسيطة. حاجة بسيطة على ما تسبت بقى. على تسبت اللي انت تقدر تعمل حاجة كبيرة. غير كده يعني مش ده بس بنعتمل عليه. اللي حد ناخد منهم دمانات اه مادية فلوس بحيس انت لو حصلت مشكلة اقدر في اي وقت ادخل اه اسدل المشكلة دي. اقدر اه احل لنا المشكلة كسوشيار بيلدنكس بحيس ان العمير. زي تأمين كده. زي تأمين بلزابط بلاخد منهم tأمين. اه التأمين ده عشان لو حصلت مشكلة او حصلت حاجة انا كسوشيار بيلدنكس انا بخش اه احل المشكلت. ما توتصرى فورا. بلزابط. بحيس ان العمير ما ما يعانيش من اي حاجة. اه The grades Clan عندنا احنا عندنا خمسة اول عندنا حكا اسمها branded branded companies دي شركات عندنا اكشوري high brand high end brand. دي اللي تشتغل في من حوالي عشر مليون عشرين في مليون البروجيكت الواحد. دي ما عنده يعني دي دي هيا دي ده على عندنا. الجريد اللي بعد وكله برضو عالي برضو اللي هو متسميه fancy. fancy ده عبارة عن الشركات اللي بتعمل نفس الشغل اللي الشركات الكبيرة بتعملو بس هي مش branded company يعني مش اللي انت تقول انا عملت. معروفة قوي. مش معروفة قوي. بس هي برضو بتعمل. شغل كبير. بتعمل شغل كبير وبتعمل اللي احنا اللي هي اللي هي بتشوفها في المجلات والكلام ده كله بس هي مش مش مشهورة قوي. اه البراند اللي تحتها اللي هو معظم من الناس اللي بتعمل معاها اللي هو ده هو الناس اللي بتبع عايزة حاجة عشوبر لوكش حاجة عشوكت شكلها جميل وكل تتعطيها عالية وبتعمل اللطيف. يعني شوية في نفس الوقت. اه هما لقك من الطبقة المتوسطة هما اللي بيتعاملوا في. بالزبط في الطبقة دي. في بقى طبعا وعندنا بقى ودي للناس اللي هي عايزة حاجة بس حد يحطرهم وخلاص احنا عايزين اقل حاجة ممكن تتعامل يعني ومش عايزين بهرجة ولا عايزين حاجة. بس السابت في كل دول هي الجودة. الجودة. بزبط. يعني انت عايز تعمل حاجة بسيطة. عايز تعمل حاجة الجودة سابتة. يعني انت طلب تتحصل زي ما هو ما توقع. اه لان دي مشكلة بصراحة يعني الناس كتيرة قوي بما بتيجي تشطبتها بتبقى عندها مشكلة ان الموضوع بياخد وقت بتفضل فعلا تتكلم العمال او الصناعية كتير بيجوا ما بيعملوش الحاجة اللي متفقين عليها. فانتوا بتضمانوا اه ده. بالزبط. الحاجة التانية طبعا الناس كلها دايما بتسألها بالذات اللي لسه بتجوزه جديد. اللي لسه مش عارف اه بتاع لما بتكون متأخرين قوي في حوار التشطيب ده. ولما بيجي يبدأ وتشطيب يقولك خلاص انا فرحي كمان تلت ايام. انا عايزة تطبيتي بقى. فاللي هو ما بنبقاش عارفين نعمل ايه ساعتها. فاللي هو انا خلاص انا عايز اتجوز ومش عارف ايه. هو مش عاوز يأجل الفرح. بالزبط. اه مش عايزة اجل. طب يعني حرك انت فيه 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 تعارض في الموضوع. بس يعني بنحاول نحل الموضوع ده. فالحاجة اللي احنا برضو بنعملها اللي احنا بنضمن ال time. احنا بنضمن ال duration بتاع التنفيذ الا او مدة الزمنية بتاع التنفيذ المشروع. ان اه في يعني اللي احنا بنحنا مسلا اتفقنا مسلا لسه على اربع شهور. ففي الاربع شهور ده هسلم المشروع. اه حصل التأخير بتتعوض العميل عن التأخير اللي حصل. بيحصل دي غرام التأخير. وبيتعوض العميل عن مثلا انتاخرنا ازبوع ازبوعين. فنبدأ ان نعوض العميل عن التأخير ده. طيب احنا يعني لسه مكملين اكتر كلامنا مع رامي. اه خليكم معانا وشاركونا في سؤال حلقتنا. اقول لنا اكتر مشكلة بتقابلكو ايه لما بتيجوا تشطبوا. اه بيتكو هل التكلفة ولا الوقت الطويل ولا الجودة. مستنين كتابعتولنا على واحد تسعين تسعة او على صفحة الراديو تسين تسعين على الفيسبوك. يلا بينا على الراديو تسعين تسعين لسه موجودين معاكم رغضة وردوة وضفنا هو رامي سالم مؤسس سوشيال بيلدينجز الشركة النشأة اللي هدفها انها تسهل على اي حد قرر انه يشطب بيته او يجدد اي حاجة في بيته. الموضوع ده من خلال انك تدخل على موقعهم وتبدأ تختار اه انت محتاج ايه من التشطيبات ويجي لك عروض لشركات التشطيب تختار منها اللي يناسبك. سؤال حلقتنا يا ترى ايه اكتر مشكلة بتقابلك وانت بتشطب بيتك هل التكلفة ولا الجودة ولا الوقت الطويل واحد تسعين تسعة هو رقم الرسائل والراديو تسعين تسعين دي صفحة الفيسبوك. حقيقة يعني عندنا آآ رسائل كتير فتعالي كده يا رغضة نقول بقى مستمعي راديو تسعين تسعين رقيوم ايه? يلا بينا على صفحة الراديو تسعين تسعين على فيسبوك يا ردوة آآ شرقاوي كاتب مشكلتي اني مفيش بيت آآ ان شاء الله يبقى عندك بيت يا شرقاوي ربنا يرزقك يا رب. آآ محمود آآ بيقول التكلفة والجودة بمعنى احيانا بتدفع مبالغ جمدة وتلاقي الجودة في النهاية مش اللي بتتمناها ودي بتبقى عيب في الصناعية عشان كده آآ احنا معنا النهاردة الانهم بيحلوا المشكلة دي آآ رزق بيقول اكيد يعني لو فيه فلوس حجيب حد يخلصها لي في روبا ساعة وبقى اعلى جودة الفلوس بتعمل كل حاجة ربنا يرزقك يا رزق. آآ وكمان مشكلة الفلوس آآ سوشيال بيلدنز حلوها انك ممكن بتعمل آآ بالتقسيط مش كده عن طريق آآ بنكي مش كده يا رامي. آآ احمد آآ بيقول اكيد التكلفة آآ وسامة بيقول آآ جميع ما سبق آآ ناصر بيقول التكلفة بتجيب الجودة وكل جودة وليها آآ وقتها ماشي هم يقول شعر. آآ محمد ازايات بيقول برضو الفلوس بتعمل كل حاجة طب هنفترض ان المشروع ده جميل جدا بالنسبة للناس متوسطة الدخل هيعود عليهم بايه? رامي رد عليه. حلو جدا السؤال ده وده السؤال اللي احنا اكشري او ده الحاجة اللي احنا بنحاول فعلا نحلها. آآ اللي احنا الطبيعي اللي ايه حد بدأ يعايز شطف بيته هيبع عنده خيار من خيارين. اول حاجة ان هو ايما هيروح يجيب صناعية ويشتغل معهم ويوقف عليهم ويتابعهم وما يجوش ويكلمهم وفي الاغلبية دي اول مرة وفي الاغلبية اخر مرة هيعمل حاجة زي كده. ان هو اللي احنا انت تتابع صناعية وتشتغل معهم. والناس تكون لسه اصلا انت متعرفاش واحد صاحبك او واحد قريبك ايلك عليهم تبدأ تشتغل معهم ويجي لك مرة ما يجي لكش التانية ومش عارف ايه وبتاع القصة دي ويعمل اعمل غلطات وتتطر تصلحها تاني وتجيب ماتيريال تاني او مواد تانية ويبدل قديم بالجديد كل دي دي فلوس وكل ده وقت بيخضر من الشخص صاحب البيت ومن تركيزه ومجهوده وهو ممكن في الاغلبية ما بيبقاش اكسبرت وحتى لو هو اكسبرت ده برضو يعني حاجة مجهدة يعني حاجة حاجة مجهدة جدا وليها فلوس يعني ده 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 مجهود ليه فلوسه غير كمان الاخطاء اللي بتحصل التصليح بتاعها ده ما ليه فلوسه غير ان ان فده ده اول اول التراك التراك التاني ان هو يروح يجيب واحد صاحبه او واحد يعرفه او حد هيهل له عليه يجي ويعمل له بيته فلما يجي يعمل له بيته هاي لو هو معارفة فهيبقى محرج منه ومش عايز يزعله لاحسن اه لا اصلا ما هيزعل مني لأ فانت ده كان احراق وله ما يعرفوش خالص فيبدا يحصل بقى ايه اه لا انت كنت مفروض تسلمني كزا لأ انا مش هسلمك كزا لأ انت مفروض تعمل لي كزا لا مش هعمل لك كده. وتبقى في مشاكل رايحة وجاية. وما فيش حد بيعرف ياخد حقه من تاني. وفي الاخر المشكلة ممكن يطلع ان هو خلاص يروح ممشيها. نروح للسؤال اللي في الصميم. ممكن اه حد بسمعنا يقولك بس انا برضو هغفر فلوس كتير لو انا اللي عملته. يعني ممكن لما يجي تابع سوفشيال بلدنجز هدفع فلوس اكتر زيادة نسبة قد ايه. علشان اشتري دماغي. ممكن ادفع فلوس اكتر. فانا مش هقدر على ده. ماش حابب يحطها في الوضع في الصورة دي. هي لشان تكرني ابل تو ابل او تكرني الدنيا بالدنيا. لو انت تشتغل مع سوشيال بلدنجز هو احنا بتتكلم ان احنا بيبقى في زي نسبة كوستي بلاس او بديبقى نسبة على 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 الماتيرية دي يعني. اللي اللي تتورد. دي بتتوفر في ايه? اول حاجة ان الشركة اللي بتيكي تعمل لك بتبقى عندها اصلا العروض بتاعتها 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 اللي هي اصلا انت لو رحت المورد ده تشتري منه هيبقى بيشتري اغلى من ده. فهو بيوفر لك في ده. ايه يعني لو رحت اشتري مسلا. اه فهاشتريه اغلى من الشركة اللي انا هختارها على سوشيال بلدنجز هتدهولي. بالزبط. لو انت او رحت فرضاني كده وراحت انا عايزها اشتريه سراميك فانت هتاخده بريت لو هو هو اللي راح بالاتفاق بتاعه مع 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 المورد ده هيجي بريت تاني مختلف تماما عنك. دي حاجة. فانت كده اولا وفرت في سعر الماتيريال. تاني حاجة اه اللي انت الاعادة للشغل. اعادة للشغل دي فلوس كتير جدا. اه لو الشغل ما طلعش زي ما هو مفروض يتعمل دي مشكلة كتير جدا. لو انت سمعت. وتحصل كتير او يا رام. لو انت سمعت كلام الصناعية اللي هو عايز اولا اللي هو يخلص شغل وخلاص ويقفل ويمشي هيحصل مشكلة كتير جدا. فكل دي فلوس تانية. انت انت مش هسيبها في الاول صحيح انت مش شايفها خالص. بس انت في اخر ما تخلص بيتك وبيتك ما بقاش عجبك. ومش عارف تعمل ايه? وخلاص صرفت الفلوس ده معك. بس عاية كل الدنيا هتبقى يعني حصل زي كده. فهنا. واحيانا يا رامي فيها عيوب بتظهر بعد التشطيب وقت يعني ممكن بعد شهرين تلاتة لاقي كده الحقيقة حصل فيها حاجة. السيراميك حصل. اكتر حاجة. في حاجة. طب الضمان انه ترجع تاني تعملهولي مش حارف اجيب الصناعي تاني لكن اقدر اقول لك واقول بعد اذنك وتعالوا شوفوا ده ممر الشهرين والدنيا باطل. بالزبط. احنا احنا اللي احنا بنعمله اللي احنا بنضمن السيربس دي. اللي انت مسلا انت احنا لدينا معين بنشتغل بيه بحيس ان انت كل مرحلة انت عارف انت ايه اللي هتستلمه بالشكل بتاعه بالمتيريال اللي تتجاب بالموديلات بتاعتها بكل حاجة بحيس ان احنا من دايوان احنا متفقين على اللي هيحصل او اللي هيتسلم في الاخر. دي 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 حاجة اللي احنا كسوشيال بلدنجز بننظامها. سواء الشركة اللي هتنفس بتبقى عارفة بالزبط هي هتعمل ايه بالزبط? او اللي بيطلب الطلبات بتاعته بيبقى عارف هو ايه اللي هيستلمه في الاخر. بجاوب ده ايه وبوقت تقديد ايه وبالزبط. عملة زي. وان كيس بقى اللي حصل يعني اللي قدر الله حصل اخترافات او حصلت مشكلة او حصلت حاجة في الموضوع ده كله. مم. فسوشيال الموضوع وتعيد تعيد على تكلفتها الشخصية بسبب ان هو خطأ بسبب بسبب او مهمة. او اللي احنا لو هو حتى ما عملش احنا كسوشيال بلدنجز بنخش نحل المشكلة دي. مم. الحاجة التالتة اه ان الناس كتير كلمت عنها هي الفلوس او التكلفة وهنعمل ايه وهنجيبه فلوس لمبين. احنا عشان يعني نبقى لنا شوية في السوق وانا حباية سانتين فاحنا اول بين شايفيني دايما من الناس هي الفلوس. انا هجيب الفلوسي من فين? انا هعمل ايه? مش عارف ايه? في احنا المتعاقدين دلوقتي مع بانك اللي احنا هو احنا بنقصد التشطيب. فنممكن انقصد لحد عشر سنين. يا ده مدة هيلة يعني. بالزبط. فلو انت يعني لو انت عايز تقصد تشطيب بيتك فاحنا عندنا دي. ودلوقتي حتى بنحاول ندخل ناس اكتر بحيس ان انت يبقى عندك كمان كزا تقارن ما بينهم في انظمة انظمة التأسيط. اه. فتقدر تستفاد اكتر من اذور التأسيط. تختار. وبتشتغلوا في اه قاهرة واسكندرية ولا بتشتغلوا في? احنا بنكافر قاهرة واسكندرية والسحل الشمالي. والجونة برضو. والجونة. اوكي. وهل اي حاجة ليه علاقة بالتشطيب يعني سواء اشطة بالشقة من اولها الاخيرة او مثلا لو انا محتاجة منكو استشارة اه عن شكل مكان معين اوضة حاجة حطها في البيت. انتو بتقدموا ده برضو ولا مجرد التشطيب من اول الحاجة الاخيرها بس. اه اللي احنا الحالي اللي شغال دلوقتي اللي احنا بنقدم الفول سلوشن يعني احنا اللي احنا بنحاول نبيعه فعلا هي راحة البال. وراحة البال بدون ما تدفع فلوس اكتر من اللازم. يعني انت بتدفع اللي انت مفروض تدفعه بس ببيع لك مرتاح تماما. ولا خايف ان الموضوع يتأخر ولا خايف ان الكواريتة هيستريمها مختلفة ولا خايف ان انت ما تلاقيش فلوس تدفعها او خايف ان انت مش هتعرف ازاي المشروع كله. اللي احنا بنتكلم فدلوقتي احنا بنحاول كمان ندخل معنا اللي انت لو عندك مش عايز تعمل بيت كامل عايز تعمل اوضة عايز تعمل حاجة بس ده لسه مش موجود بس هو يعني ان احنا ممكن تبيع احنا يعني ممكن تشتري ديزاينك من عندنا على طول عايز حاجة بسيطة. تصميم بس مش شارط التنفيذ. تصميم بس او حتى عايز تشتري تصميم وعايز حاجة حاجة صغيرة فانت ممكن نجيب لك حد يعمل لك حاجة صغيرة دي. فانتو بتعملوا آآ ده او لسه يعني هيبقى في الفترة القريبة. بإذن الله ده ده من المستقبل ان شاء الله اللي احنا هنبقى ندخل في الاقل شوية بحيس ان احنا يعني الناس يشوف حتى الموضوع بيبقى عامل ازاي. طيب لسه هنكمل كلام معاك ولكن خلينا نطلع فصل ونرجع نقول يلا بينا مع السوشيال بلدينجز. يلا بينا على الراديو تسعين تسعين لسه موجودين معاكو رغضة وردوة وضفنا النهاردة هو رامي سالم مؤسس سوشيال بلدينجز الشركة النشقة اللي من خلالها آآ ممكن تدخل على آآ موقعهم وتبدأ آآ تختار آآ يعني اي حاجة انت محتاجها في تشتيب آآ بيتك وهم بيسهلوا علينا كل الامور دي كلها. الحقيقة سؤال حلقتنا النهاردة بنقول لكو يا تارة اكتر مشكلة بتقابلك ايه وانت بتشطب آآ بيتك تكلفة ولا الجودة ولا الوقت الطويل آآ مستنينكوا تشاركوا معنا على واحد تسعين تسعة او على الراديو تسعين تسعين دي صفحتنا على الفيسبوك. عندنا آآ حمزة بيقول الجودة هي دي اكتر مشكلة بتقابله. يوسف حسين بيقول التكلفة والوقت الطويل غير تعب القلب من الصناعية. سلامة قلبك يا يوسف. آآ آآ هاني كمان آآ بيقول الوقت الطويل طبعا شايف ان دي برضو آآ مشكلة بالحقيقة بتقابله فيعني موضوع الوقت ده يا رامي من الحاجات بتفرق جدا يعني ممكن نعد شهور وفي ناس بتاعت سنين. سنين. آآ فيه. في مشاريع الكبيرة او يعني مسلا الف وخمسمائة متر مسلا وفيها رهيبة فممكن تاخد سنة مسلا سنة ونص. لا احنا خلينا على قدينا احنا بنتكلم في الشواء والطبع المتوسطة والناس المكافحين اللي زينا. تعالوا بقى نشوف حد من العملة متوع ايه رأيكم? يلا بيهم. نشوف عارف ازاي واختار ليه معنا احمد هودي على التليفون مساء الخير. مساء الخير. ازايك احمد اخبارك ايه? الحمد لله كله تمام. احكي لنا بقى عرفت ازاي هو يعني الموضوع الغريب دايما اللي بيحصل ان انا اول ما بفكر في حاجة بل ايه حاجة طلعت لي اد على الفيضة. احسن احنا مترأبين. كلنا. مترأبين. اول ما نفكر بحاجة فعلا. اه يعني انا عندي مين للبيلة بتاعتي بلدو بحاول اشعر طبها بس انا مشكلة دايما مش بقى فاضي وما عنديش وقت. فكان الحاجات اللي بشوفتها ان هو لما لقيت الاد بصراحة ما دخلتش برضو قوي. وعشان يعني كان نفتي اعرف اكتر عنه. وبس اه هو فعلا يعني من الحاجات اللي دايما حاسة الموجودة. ان انا مش عارف دايما طب انا هفضي نفتي امسا مشكلة يبقى في شغل الصبح. وموظم الشغل الصناعية وكلام ده برضه هتيني الشغل في الصبح فانا طب انا هدعي بقى هشوف ازاي هعمل ازاي دي المشكلة اللي عندي. طيب فانت اه يعني خلينا نقول دلوقتي يا احمد لقيت ان انت محتاج حد يتبع لك بقى قصة التشتيب ويسلمك في الوقت المطلوب وبالجودة المطلوبة. اه رامي يعني احمد لما يبقى محتاج كده مفروض بقى يبدأ يعمل ايه? موضوع بسيط جدا عندنا جدا يعني. اه كل بساطة انت بتخش عندها عن موقع www.socialbuildings.com socialbuildings كده بس او س اي 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 ال buildings بي او اي ال دي اي اي ان جي زد خلنا زد. اه دوت كام. فبتخش عندنا هتلاقي قدامك زرار start finishing your home with social buildings. فبتدوس على الزرار ده بيفتح لك بتعمل sign up تفتح الفورمة بسيطة جدا بتتميري في حوالي تلاتين ثانية يعني. تبدأ تقول مسلا انا بيتي فين? كما عندي كم اوضع عندي كم حاجة. آآ مناخد منك حب التفاصيل زي مسلا انت عايز تدفع كاش ولا عايز تدفع تقسيط. آآ هتبدأ دلوقتي وهتبدأ كمان شوية صغيرين. فنبدأ نفهم اكتر يعني الشخص اللي معنا ده هو المواصفات او هو عايز يعمل ايه بالزبط? خلصنا البروسيس دي. نبدأ الانديك او حالا. نبديك تقريبا انت تكلفة بيتك ده هيكلف حوالي قد ايه? فتبقى انت كعميل خلاص خدت كده بسيطة انت تقريبا هتتكلف كم? اوكي. فطيب وهو الاسعار دي تبقى على الحاجات اللي انا محتاجها? بتبقى على الكلاس او الليفل اللي انت عايز تشطب بيه انت عايز فانهي ليفل اللي عايز تقدمه وعايز انهي ليفل تشتغل بيه وهو ده هو ده الفرق ما بين هو ده اللي بيفرق معنا في الاسعار ايه الاسعار المكدامة ايه خلصنا خلصنا اول دي بتبدأ خلاص عندنا حوالي الف وخمسمائة شركة على بتاعنا يجي لهم على بقى الكريتيري انت بختارها بنودي للناس اللي ليك او ينفع يشتغلوا مع 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 حضرتك بنودي لهم اللي انت كحارك احمد عنده حاجة عنده فيل عايز يشطبها ودي موصفات بتاعته. اه يبدأوا بتاعنا احنا بنجنريت اه الاوفر وبسابقة الاعمال بتاعتهم بتبعت لها ذيك على الايميل. فيجي لك على الايميل اللي انت اه في شركة مسلا ويتقدمها لك عرض سعر بكام الف جنيه ودي سبقة الاعمال بتاعتهم في شكل صور وحاجات معمولة وحاجات معمولة ديزاين وحاجات معمولة كده. وحاجات تقدر تكارم ما بينهم بقى من حيس الفلوس ومن حيس سبقة الاعمال. فتقدر تشوف اه دي شركة دي سبقة اعمالها كويسة. والسركة دي سبقة اعمالها كويسة بس ده سعرها احسن من ده فانا هبدأ اشتغل مع ده. فتبدأ احنا برضو بنبدأ نفولو اوب معاك. نبدأ نشوف انت ايه ايه الحاجات العجباك وايه الحاجات اللي مش عجباك. ناخد تفاصيل اكتر عن الشغل اللي انت عايز تنفزه. اه بنبدأ نبعات لك معاينة اه في الوقت اللي انت حاب ومن الشركة مشاركات اللي انت حاببها. تبدأ تشوف لك بقى موضوع على الواقع وتبدأ تديك بقى مؤيسة اه يعني فينر. بيزد على كل الطلبات اللي انت عايز تعملها. عايز تعمل تصميم مش عايز تعمل تصميم اه دايما منرشح الناس تعمل يعني او تصميم. اه. وحتنفز بقى انت عايز ننفز ايه بالظبط? انت عايز ننفز فيها في قد ايه? بس في الاخر احنا بنضمن بتاعت الناس اللي هتشتغل معاك. احنا اللي بنمضي. يعني احنا اللي بنمضي حتى معاك احنا كم نمضي معاك وتبقى خلاص اليها ondaين اللي هايحصل فيهم او او الجودة والوقت اللي هيتسلم فيه المشروع احنا اللي ضمنينه لحضرتك. فمجرد وفي نفس الوقت احنا بنجيب لك احسن سعر. لان احنا بنبقى زي زي موقع منقصات. بنعمل منقصات ما بين كزا كزا شركة. وانت اللي بتكرن مين اخص شركة او مين احسن افضل سعر انا عايز اشتغل معا. يعني فانت بتبقى انت زيد القرار يعني. اوكي تمام. طب انتم مين لي يعني انتم بتنصقوا ما بيني وما بين الشركة دي طب انا لو المشكلة دايما برضو مبقاش فاضي انا مش هادة ان انا اللي تبع معايا. احنا اللي بنعمل احنا عندنا اللي احنا بنعمل لحرك اشراف. غير يعني اشراف اضافي غير الاشراف للطبيعي اللي احنا بنعمله. اللي احنا اصلا الشركات دي عشان نقدر نتبعها ونضمن لك احنا بزبط. احنا بنتبع لك الشغل ده على الاشراف اللي موجود من من الشركات دي. فبتبقى الحاجة بسيطة بس بتبقى يعني لو انت عايز خدمة ازياد. ازياد. اهيل. يعني احمد احنا بنتمنى بقى ان الرغم يكون نوصل لك كل حاجة عن اه. لو احنا بصراحة ويعني هو واضح واضح ان الميزة عندي بصراحة موضوع الاشراف عشان خاطر انا مش ببقى انا عندي دايما الشغل عندي اه حاجات دايما بتشغلني فنبقى محتاج حد يساعدني ودايما الحد يبقى يعني في ظاهري كده عشان مضاعمش مزبوط. هيل. احنا يعني مبسطين جدا جدا بمشاركتك معانا يا احمد وامبسطين ان رامي عرفنا احنا كمان هو اللي بيحصل اه بالزبط على الموقع بنشكرك جدا على وجودك معانا. شكرا. شكرا يا اخرا. شكرا يا اخرا. رامي انت يعني عرفتنا دلوقتي هو اللي بيحصل ده سواء فيلا شقة كبيرة صغيرة اي حاجة انتم بتعملوها يعني مش شرطة تبقى على كبير او على مساحة كبيرة او كده. ده متاح لكل الفئات يعني او كل المستويات. قبل الزبط تحت كل المستويات وعندنا الناس تتسير في كل المستويات. اول حاجة بسيطة جدا لحد اصرف في حتة رهيبة جدا. واختيار الموديلات مسلا للالوان للسراميك لاي حاجة ده برضو ممكن بيبقى اونلاين ولا لازم العميل ينزل بقى اكتر. احنا احنا بنحب الموضوع يبقى في اه يعني اكتر. يعني الحتة دي بالذات لان هي بتبقى اولا بيبقى حاسس ان هو بيتعامل مع كمبيوتر فبيختار بيجرب او بيشوف الدنيا. فاحنا بنحب ان هو لأ انت بتزورنا في المكتب اه في المكتب وتبدأ تختار بقى انت انت ايه المود اللي انت عايزه. يعمل لك عاجة اسمها مود بورد. مود بورد اللي برضو نعرف الناس بيها. مود بورد دي زي اه اه زي داكومنت او او لوحة يعني بيبقى باين فيها الالوان الفرنتشر هيبقى شكله عامل ازاي اه يعني توزيع الموضوع هيبقى شكله عامل ازاي الاحساسك بال بالسبيس دي او بالشقة دي هيبقى عامل ازاي للتصميم والشكل كده. وبتنصحه طبعا لو اختار الوان غلط لو. بالزبط يعني هي فجأة كلها الناس اللي عندنا يعني ان هي تبدأ تقول لك انا اللون دا مش هيمشي مع اللون دا. لو انت عملت كده هتحس انت مش حب بالبيت. اه لو انت هتعمل كده هيبقى دا احسن. بننصح دايما بس طبعا في الاخر عميل هو اللي بيختار. هو بيختار بيته يعني فهو بيختار هو عايز يعمل ايه بالزبط? جميل. اه وفي الفترة الجاية بقى نستنى ايه يا رامي من الفترة اللي جاية ان شاء الله اللي احنا بنحاول نعمله اللي احنا نبقى اه يعني نشتغل على حاجات البسيطة يعني انت عندك قوضة بقالها سنين عندك وعايز تقاير عايز تعمل حاجة بسيطة بس تتقاير بتاعها. فاحنا بنقريب ان شاء الله هنقدم زي انت ممكن بس تطلب حاجة اسمها اللي احنا نقول لك خلاص احنا ممكن نحط السرير ده هنا ونحط ده الدولاب ده هنا ونعمل ده اللون نحط هنا ورق حيطة شكله مش عارف ايه وهنا نعمل جابسن بورد وهتبقى عاملة ازاي فبحيس اللي انت اه نعمل لك ري انوبيشن حتى لو الاسبيس الصغير جدا. اه بنعمل دلوقتي مع ناس اه تقدر تشتغل على السكيل الصغير ده اه لان ان ده بيحتاج برضو مع انها حاجة بتبقى صيدة جدا بس تفاصيلها بتبقى كسير جدا فلازم يبقى اللي هيعملها لازم يبقى في النوع ده من الشغل يعني. فده ده ان شاء الله المستقبل يعني اللي احنا بحيس ان هنفتح ماركت جديد هو ماركت التعريق او ماركت اللي هو عادة تجديد البيت يعني بيت قديم بيت اه اه في حاجات عايزة تتزبط في حاجات معمولة مش مش قدي كده فحنا عايزين نتخليها بمختلفة اه اكتر الحاجات برضو بتبقى معروفة اللي هي حمامات العادة ان الحمامات بتبقى محتاجة اه في حاجات ضربة في حاجات مش عارف ايه فبتبقى واحدة بحتاجة ان حد تجدد ومش عاوزين نسيبها لغد لما تخرب خلص لا يعني سيانة باستمرار وكلا. بزبط فكل ده وكل ده برضو يعني يعني احنا بن عايزين بنسيرفوا من خلال ان شاء الله هنبقى بنسيرفوا من خلال كله. ان شاء الله تتوسعوا وكمان يبقى ليكم مكاتب في محافظات الجمهورية كلها مش بس القاهرة والاسكندرية والغرداءة يعني ان شاء الله تكملوا وتيجوا معنا تاني ونقول يلا بينا تاني بنورتنا. رامي سالم مؤسس سوشال بيلدنجز. اه ان شاء الله يا ردوة. اه دايما معنا رواد اعمال. ان شاء الله يا ردوة. اه شركات نشأة ويحكو لنا افكارهم وبيقدموا ازاي حلول لمشاكلنا في المجتمع. اكيد بنورتنا يا رامي بنشكرك جدا. شكرا جدا. بنشكر كمان كل اللي بعتولنا وكل اللي تابعونا النهاردة. يا رب ما تقابلكوش ابدا بعد كده اي مشاكل مع تشتيب البيت. اه دي كانت حلقتنا النهاردة من يلا بينا ونتمنى دايما انكم تتابعونا ونقول يلا بينا. اشتركوا في القناة